السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شف صلاح البطني قبل ما امبدأوا فيديو تانتان هاليوم ما تنسوا تصلي وتسلموا على رسول الله لأفضل الصلاوات هذه مدة 6 سنين وانا معاكم في اليوتيوب ولكن ولأول مرة راح نشارك معاكم وصفة الكوكيز ولكن ماش اي كوكيز هاد المرة راح نشارك معاكم كوكيز براونيز بطريقة سهلة وبسيطة اي وحدة منكم تقدر تشري هذ المكونات وتحذر بها هذا الوصفة الاطفالها الفطور الصباح والقهوة عاصر وتقدر حتى تعطيها لهم للقوتي ولا يدوها معهم المدرسة يجوا مع الكين من اروح ما يكون خليكم على الوصفة نبدأوا مع المقادر عندي زوج حبة انتعال بيض يكونوا بدرجة حالة الغرفة عندي نكهة الفانيلا ولا نكهة الكرامل 150 غرام سكر بني اي ما يعدل كسغر اصبع تقدروا السكر العادي 120 غرام فارينا اي ما يعدل كسغر اصبع 50 غرام مارغارين اي ما يعدل ملعقة كبيرة جمالعة كبار انتعال كاكاو اي ما يعدل 30 غرام كيستا خميرة كيميائية وعندي قرصة تعمل هلنخذيكم المقادر اسف الفيديو في صندوق الوصف نحتاجوا ايضا الى هنا 200 غرام شوكولات تاج من بالماري انا استعملت السوداء كما ممكن تستعملوا بالحليب ولا نوازات لكم الاختيار اروحوا معين بدون انا بكتلاع مع طريق التحضير اول حاجة نبدأوا بها نجيبوا الى هنا شوكولات تاج من بالماري كما قدتكم انا استعملت شوكولات نوار تاخدوا استعملوا نوازات ولا تستعملوا بالحليب البيضاء ما تصلحش سيرتو في هاد الوصفة وكما كم تشوفوا اللي هنا التاج رهي مقسمة شوكولات تحا كل جزء بخمسين غرام بما انه نحتاجوا 200 غرام رح نحيو الجزء الخامس بالنسبة الميتين غرام تاع الشوكولات رح نقطعها باش تسهل عليها عملية الذوابا حاولوا تقطعها بهذا الطريقة اطراف صغيرة نحطوها في ريسيبيون ونحطوها في صحن يكون واسع بهذا الطريقة ونجيبوا اللي هنا هذيك المارغارين كما قلت لكم انا كيلت خمسين غرام اللي عندو الميزان من الاحسن انه يدير بالميزان اللي ما عندوش يدير ملعقة وشوي ملعقة تكون مملوقة وشوي نفوتوها الميكروند ونحطوها لحمة مائي حتى نشوفوا الشوكولاتاكم ذابت هي وذيك الزبدة بعد نحوها على النار ولا نحوها من الميكروند ونخلطوها بالفوي ولا بسباتشول بهذا الطريقة حتى نشوفوا القوام ولا مجانس ولا ليس شوفوا اللي هنا الشوكولاتاج وشي اجبني فيها لبريونس تاحا خلطها من يحظوك نحطها على جهة نخليها تدفى لانو ما قدرش نضيفها ويسخونة من جهة اخرى نجيبوا ريسيبيون حطوه في هزوش حبات بيض يكونوا كبار في الحجم ويكونوا بدرجة حارة لغرفة تحبوا ديروا نكهة الفانيلا ولا نكهة الكارامل لكم الاختيار انا درت لنا نكهة الكارامل كمية قليلة فقط نخلطوه جيدا باش نحو ريحة البيض نخلطوه مليح ذاك البيض ما تنسوش ايضا قرصة عملح باش تعطيكم الحلوية انا ننصحكم انكم دلوا فيها ليشتاق قرصة عملح عندي ايضا 150 غرام انتاع سكر بني اي ما يعادل كاس غير اصبو اللي ما عندو سكر بني يقدر يدير السكر العادي السكر العادي مليح ذاك السكر سواء البني ولا السكر العادي حتى نشوفوه ذاك السكر تعاكم ذاك السكر مع ذاك البيض وتغير لون تا البيض تعنا من بعد نروح نجيبوه الشوكولة تعنا هذك اللي ذوبناها مع الزبدة بعد ما خليناها تفات مش شرط انها تبرد تماما المهم تنقص من هذك السخانة نخلطوهم مليح مع بعض يعني لازم نخلطوهم مليح حتى نشوفو القوام الجانس دائما نقولكم حاولوا تخلطو المكونات مع بعض باش تنجح لكم الحلوة تعاكم وهذا هو القوام اللي نتحصلو عليه ذوك راح نديرو النواشف نجيبوه هنا من الاحسن صفها عندي كاس غير اصبع اي ما يعادل 120 غرام تفارينة عندي 30 غرام انتع كاكاو اي ما يعادل زوج ملعاقي كونو كبار وعندي كيستة خميرة كيميائية كاكاو حاولوا تخيرو كاكاو اللي تكون نوعية تعو مليحة وتكون فيها ريحة تكون فيها عفوان ريحة انتع الشوكولة ما تكونش ريحتو تعالحرق باش ما يعادلكم مش ذوق موشبنين الكوكيز تعاكم من بعد انخلطوا هاد المكونات شوفوا هنا القوام اللي انتحصلوا عليه ذوك حسب النوعية تعالفانينة تعاكم اذا كان القوام نوعا ما سائل تقدرون بعدها تشكلوا الحبات تعاكم بالبوش اللي تكون جاي طابل سينان لاجايكم القوام شوية ثقيل تقدروا تخدموا بهذا الملعاقة انتع اللاكرة الايس كريم او تعالبوضة سينان تقدروا تخدموا بالملعاقة العادية ولا حتى تقدروا تخدموا بالليقون ديروا ليقون فيه ديكم ولا باكياس مهم ما ديروش الماء ما ديروش الزيت باش ما تخصرواش الحلوة تعاكم وتقدروا ديروهم كويرات وتوزنوهم باش يجيوكم كامل بنفس الحجم ولي عندوا هاد الملعاقة واحد ما قال واحده كما قلت لكم اذا كان القوام بتاعكم نوعا ما سائل تقدروا ديروها في هذهك الابوشادو يجيو طابل انتع الاكياس هذو كليما يتبعوا عند لي بعدوز الحلوية المهم شكلتهم انا كامل بنفس الطريقة اخر حاجة رح تلنا هنا جبت الشوكولة انا استعملت التاج شوكولة نوار قطعتها ديبتي مورسو ورح نديرها على الوجه كياتزين فقط وتزين اختياري يعني انتم لكم اختيار تحبوا ما ديروا الشوكولة تحبوا ديروا هذا يرجع لكم تقص تقطعها بالموس فقط وديروها على الوجه وهذه هي الشكل النهائي انتحم طبيعا الحل احنا نكونوا شاعلنا الفرن مسبقا باش يسخن على 180 درجة جوست كين فوتوا الكوكيز نعودوا نهبطوا درجة الحرارة ال160 ونخليهم لي مدة 10 دقائق حتى 30 دقيقة فقط ما تفوتونهمش بزاف جوست شوفهم تنفخوا وتشوفهم نشفوا على الوجه انتم عارقون كي تجيب دون تلقاهم طريين خليهم حتان يبردوا تماما من بعد باش نقدروا ننحيهم من ورق الطهي وشوفوا الهنا كيفاش يجوا مشقين ويجوا لدخل مع الكين والله العظيم غير جو بزاف بنا ما تحسش خلاص راكيت اكلي في الكوكيز هونديري راكيت اكلي في البرونيز اللي هنا كما قلتكم شوفوا ايضا الاختلاف بين الحبة الاولى والحبة الثانية الحبة هذيك اللي شتوها شكلتها كانت في البلاتو شكلتها لانو الحبات كانوا صغر والحبة الثانية درتها من كعبرة درتها كبيرة في الحجم وزيت خليت العجينتها يرتاح خليتوا ارتاح مليح باش طيبتوا فهمتوني يعني هذا والاختلاف اذا حبيتوا يكونوا طالعين بزاف خليوا الحبات عكم بعد ما تشكلهم خليهم يرتاحوا حتى نشوفوا شوي على براء على الاقل ساعة ومبعد تفوتوهم يطيبوا كما قلت لكم ما تفوتو لهمش طياب بعد 10 دقائق 12 دقيقة ماكسيموم ولنا را حقسم معكم باش تشوفوا الحبات عناك فشجة للداخل هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها يجيوا مع الكين ويجيوا من الداخل مشمخين مجوش ناشفين اذن اريد شاهدكم بس هنطلقوا فيعد اخر والسلام عليكم